أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول الإطاحة بقيادي كبير في تنظيم داعش الإرهابية وقال رسول في بيان له إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن بعملية نوعية من قتل الإرهابي المكنى أبو سعد السمين والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير قاطع بالقرب من بحيرة تلال حمرين ضمن محافظة ديالة مبيناً أن الإرهابي يعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الانتحاريين